موسيقى حزب الحرية يدعو حزب الشعب للتعاون معه لتجديد سياسة الهجرة ملامح أزمة سياسية بين النمسا والمجر بسبب مخيم للاجئين الداخلية النمساوية لا تهديد على الانتخابات من روسيا بيتا هاكا لا تخفيضات في ميزانية الخدمات الاجتماعية في فيينا الأحزاب النمساوية تقلل نفقاتها الإعلانية بنسبة 40% وإلغاء أكثر من 100 رحلة للخطوط الجوية النمساوية إلى الشرق الأوسط مرحبا بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم رحب حزب الحرية النمساوي FBO بتعيين ماغنوس برونا مفاوضة للهجرة في الاتحاد الأوروبي معتبرا أن تنفيذ سياسة هجرة صارمة يتطلب تعاونا مع حزب الشعب النمساوي أوفوبي وأكدت المتحدثة باسم الدستور سوزان فورست خلال مؤتمر صحفي أن FBO يدعم مقترحات أوفوبي مثل إنشاء مراكز العودة معتبرة ذلك جزءا من مفهوم حصن النمسا ورغم دعم الحزب لبرونا انتقدت فورست ميثاق الهجرة الأوروبية الذي وصفته بأنه يعزز الهجرة غير شرعية وأوضح هانيس إمس باوا المتحدث باسم الأمن أن الهجرة وراء ارتفاع التهديدات الأمنية مؤكدا على أهمية تنفيذ سياسات حزمة في أعقاب تقارير حول بناء مخيم للاجئين في المجر قرب حدود ولاية بورجلاند هدد وزير الداخلية النمساوي جهة كارنا بزيادة صارمة في الرقابة الحدودية مع المجر ملوحا بتجديدها إذا لازم الأمر وأوضح كارنا أن الهجرة غير شرعية انخفضت بنسبة 97% بفضل التعاون الأمني حيث تم نشر 60 شرطية نمساوية لمكافحة تهريب البشر في المغر من جهته عبر حاكم بورجلاند هانز بيتا ديسكوسيل عن قلقه من المشروع معتبلا أنه تهريب منظم ورغم نفي الحكومة المجرية وجود مخاطة لمخيم تستمر الاحتجاجات الشعبية ضد الأعمال القائمة في المنطقة حيث يطالب السكان بتوضيحات رسمية بشأن المشروع أكدت وزارة الداخلية النمساوية أنه لا يوجد تهديد يعيق سير انتخابات المجلس الوطني بسبب الهجمات السيبرانية رغم تلقيها تحذيرات من تزايد الهجمات على مواقع الأحزاب ومنذ 16 سبتمبر تصعدت الهجمات التي استهدفت مواقع الأحزاب القبرى مثل أوفو بي وإس بي أو وقابي أو عبر هجمات دي دي أو إس التي تحدث انقطاعات دون اختراقات فعلية ورغم إعلان مجموعة قراصنة مولية لروسيا مسؤوليتها عن الهجمات على تيليجرام لم تؤكد الوزارة ذلك فيما تواصل الوحدات المختصة بما في ذلك المركز الوطني للأمن السيبراني مراقبة الوضع وتطبيق تدابير حماية أكد بتهاكى مستشار الشؤون الاجتماعية في فيينا إس بي أو عدم وجود أي تخفضات في ميزانية صندوق الخدمات الاجتماعية في فيينا جاء هذا التصريح خلال جالسة أسئلة في المجلس البلدية بعد أن أعرب حزب الخضر مخاوفه بشأن عجل محتمل قدره 187 مليون يورو في عام 2025 بسبب التضخم ما قد يؤثر على تقديم الخدمات الاجتماعية وأوضح هاكا أن الميزانية تخضع الآن لمفاوضات مع المنظمات الشريكة حيث تم إبرام ثلثي الاتفاقيات بالفعل ورغم الغموض المحيط بتمويل خدمات ذو الإعاقة أكد هاكا أن المنظمات لم تواجه مشاكل في التخطيط المستقبلية في إطار الحملة الانتخابية البرلمانية النمساوية أنفقت الأحزاب البرلمانية الخمسة أكثر من 5 ملايين يورو على الإعلانات السياسية خلال شهري أغسطس وسبتمبر مقارنة بتسعة ملايين يورو في العام 2019 وفقا لدراسات فوقس وتصدر حزب الخضر الإنفاق بمليوني يورو يليه حزب الشعب النمساوي أوفو بي بمليون يورو ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي اس بي أوب بـ 800 ألف يورو وحزب الحرية اس بي أوب بـ 770 ألف يورو في حين كان حزب نيوز الأقل إنفاقا بـ 660 ألف يورو وكان نصف الإنفاق ذهب الإعلانات الخارجية التقليدية بينما استثمر ثلثه في الصحف المطبوعة فيما لعبت وسائل الإعلام الرقمية والإذاعية دورا ثانويا في الحملة أعلنت الخطوط الجوية النمساوية عن إلغاء أكثر من 120 رحلة خلال الأسابيع القادمة بسبب التوترات الأمنية في الشرق الأوسط ويأتي القرار بالتنصيق مع مجموعة لوفت حنزة حيث تم تعليق الرحلات إلى تل أبيب وطهران حتى الرابع عشر من أكتوبر 2024 كما تم فرض قيود على الأجواء الإسرائيلية والإيرانية باستثناء ممر شمال شرق إيران وتؤثر هذه الإلغاءات بشدة على الشركة حيث تكبدت بالفعل خسائر مالية تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات هذا العام وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن سلامة الركاب والموظفين تظل الأولوية القصوى كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا بثاينة سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر